رقم 6 ثانيا الانتقال السلبي ويحدث حينما يعوق التدريب على وظيفة معينة التدريب على وظيفة أخرى ويتحقق هذا النوع من الانتقال حينما يكون تعلم المهمة السابقة معيقا أو متداخلا في تعلم المهمة التالية مثال ذلك أن تعلم كلمات في اللغة الإنجليزية قد يعيق تعلم أو نقل تعلم كلمات متشابهة في التهجع في الحروف مختلفة المعنى في اللغة الفرنسية وهنا لا بد من طرح تساءل هو هل يسهم بعض المعلمين أو المدرسين في الانتقال السلبي للتعلم؟ وللإجابة عن ذلك يمكن القول أن بعض المعلمين بعض المعلمين أو المدرسين في الانتقال يمكن أن يسهموا في ذلك ويبدو ذلك عندما يذكر بعض الطلبة أو التلاميذ إجابة خاطئة أو خطوات عشوائية في معالجة موضوع دون أن يعلق عليه المعلم أو المدرس أو يصححهم وهذا لا يعني بالتأكيد أن سلوك المعلم أو المدرس هذا مقصود إنما يحدث في غفلة غير مقصودة من قبل بعض المعلمين والمدرسين وخطورة الأمر تكمن في أن كل ما يسمعه التلاميذ والطلبة من زملائهم أو من معلميهم سواء كان صحيحا أو خاطئا بشكل خبرة مكتسبة قابلة للتخزين والنقل وما يزال الجدل والنقاش مستمر في مسألة دور الخبرات السلبية هل عدم تعليمها أقل ضررا من تعليمها أم أن تعليمها مع التأكيد على الضرورة التذكير باحتياطات توظيفها ويمكن أن يوفر خبرة تساعد الطلبة والتلاميذ على تجنبها